اشتركوا في القناة ومستدام لشعبها وإيمانها بأهمية تسليط الضوء على التحديات العالمية الملحة والقضايا المصيرية وضرورة التعاون الدولي لمواجهة كافة التحديات وأضاف وزير الخارجية إن المجتمع الدولي مدعو إلى وضع خارطة طريق تحدد التحديات والمعوقات وكيفية التعامل معها بشكل إيجابي وقال سعادته إن في مقدمة الأولويات التأكيد على أهمية التقييد والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في التعامل مع التحديات والأزمات التي يواجهها العالم لما فيه خير البشرية وإشاعة السلام العالمي ووضع نهاية للصراعات والنزاعات الدائرة في العديد من الدول وأكد وزير الخارجية على أهمية تكريس قيم التسامح والتعايش السلمي والإخاء الإنساني بعيدا عن التعصب والتطرف وإقصاء الآخر وتعزيز الحوار الحضاري بين الدول العالم بغض النظر عن اختلاف أعراقها وثقافاتها واديانها ومعتقداتها بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتعاون دولي جاد ومثمر يضع في الاعتبار مصالح شعوب العالم كافة داعيا إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة وتسخير الإبداع والابتكار لدفع النمو المستدام ومعالجة تحديات العصر مشيرا إلى ضرورة التركيز على التعليم الحديث للارتقاء بقدرات الشباب وتأهيلهم تأهيلا عاليا بما يسهم في نهضة بلدانهم ومجتمعاتهم وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين تدرك أهمية الاستعداد للمستقبل وهي حريصة على أن تسهم بشكل إيجابي في جهود الأمم المتحدة من أجل مستقبل أكثر إشراقا وأملا وتؤمن بأهمية اغتنام هذه الفرصة لمؤامة الجهود ومشاركة الخبرات واقتراح الرؤى والأفكار البناء